على الشاشة انت اشتغلت مع المجموعة الجميلة اللي موجودة دلوقتي شايف الفرقة يعني منهوجة نظرك انت كمدرب بقى وانت اتمرنت مرنتهم وارنت معهم وعادت معهم في طرولة جدا شايف ايه الاسباب في تراجع بعض المستوى لبعض اللعيبة للفترة للفترة بصة كبتوري هو امر واقع اللي انت عندك مشكلة انا كممكن عملت مدعاك مداخلة قبل كده انت عندك مشكلة في حيث تنقص الكود المقفول عندك مشكلة في بعض المراكز اه صعب جدا انت ما عندكش حد يعود المراكز دي اه انا شايف نالزة مالك معزور اللي انت فترتين كد كتير جدا في نفس الوقت دي القماشة اللي موجودة عندك طيب ما واحد يقول لك ما هي نفس القماشة الخارج الدورة بص اكتب انطار يا بص احنا ما كانش عندنا قد السنة الفاتي بص اكتب انت حضرتك مدرب كبير اما عارف ان ما يبقى عندك الدوافع في خمس ماتشاط هتاخد بطولة غير ما تقعد موسم كامل بتلعب بنفس اللعبة يعني انت النهاردة ما كنت مسافة اطول يعني بالزبط كده انت عندك خط ثانيا اللي انت النهاردة حتة الكد دي انت حتى لو حصل اصابة في بعض المراكز انت متعرش تتعوض المراكز دي وانا شايف عندك السكواد عندك فيه نقص كبير جدا نتيجة عدم الفترة بص اطارق انا حتى ما كنت موجود الفترة الاخيرة دي انت طارق حامد غاب عندنا ما كناش عارفين بكلمك بصراحة ما فيش حد عارف يعود غاب طارق حامد اللي ما عندكش غيره في مركز زي ده نفس القصة امام عشور تمانية اما بيغيب بيعمل فرق ما فيش لعيب من القطاع الناشئين ممكن يسد انا بص عشان ابقى صريح معك كابتن طارق الناشئين عندنا فيه مشكلة حصلت اللي انت النهاردة كل ناشئ يبقى عنده 22 سنة 23 سنة يتقال عليه ناشئ انا في النسبة لي ناشئين 2099 دولي يعني 22 سنة انا دي برضو حاجة الناس دي قاعدت هي لعبة كويسة بس اللعبة دي قاعدت سنة كاملة ما بتلعبش غير ماتشاط ناشئين وما احترموا ماتشاطها الاحتكاك غير الاحتكاك ويتقال عليك ناشئ ناشئ وانت عندك مش كل الماتشاط بينزلوها جماعة بالضبط ويتقال عليك ناشئ وانت عندك ده الوقت فيه لعبة في برشونية 18 سنة و 17 سنة شايف فحتة اللي انا اقول ناشئ فانا شايف اللعبة دي كانت لازم تطلع اعراض عشان تلعب عشان ترجعلك وقف عليك انا في الوقت توقيت هذا الده مع النتائج انا شايف عشان تدي ناشئ الموضوع يعني سايد نمو ده هلن ده كم سنة صغير ده 20 سنة عندنا الثقافة اللعب يبقى عنده 20 سنة اقولك ناشئ ناشئ مين مفيش الكلام ده ده دي فيه ناس لعبت له انا 18 و 17 سنة يعني ايه عايزة جرأة عايزة جرأة عايزة وقت كويس عايزة وقت توقيت اختيار توقيت مناسب وملاعب العيد ده اللي ما بيشاركش هلعبه في توقيت كويس لكن ايه المشكلة اللعيد ده لو حيلعب في ظروف نتائج سلبية حيكهرب مش هتاخد منه حاجة فاحنا هتمنى الفترة الجاية انا بفوجة نظر يا كابتن الدور طويل النادي الاهلي حيمر بمطبط والزمالك حيمر بمطبط هو برمزة حيمر بمطبط لا برمزة بالتلات ماتشات وليسة جنة عادوا لبرا بعد هم يعني برضو الدنيا مش لكن انت بتحول انت عندك بطولات انا بس اللي اتمنى بعيد عن الفنيات يا خيب طارق لما تنزل الملعب هي بس في فكرة مش وصلة لبعض اللعبها اللي انت بتلعب في نادي زمالك نادي كبير نادي جماهيري انت فاهم قصد يا خيب طارق يعني نفسي دي تيوصل لهم وفي نفس الوقت اللي انت النهار دا عندك طلب بطولات لازم تلعب على طلب بطولات ماينفعش موسم تطلع من غير بطولات ان شاء الله اتمنى لفترة الجاي بقى فيه تخصم في الاداء وبرضو اللي الجمهور يبقى فيه مسندة لحد اخر نفس زي ما نقول لحد ان شاء الله نهاية البطولات ان شاء الله بزيلا